البنك الدولي بيحذر من استمرار الحرب في قطاع غزة والضرر البالغ اللي ممكن يؤثر على الاقتصاد العالمي اللي بيعاني بالفعل أصلاً من وضع شديد السوء البنك الدولي قال إن التدعيات الاقتصادية للحرب في غزة بتأتي في وقت يعاني منه اقتصاد العالم من ضغوط شديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية اللي أحدثت أكبر صدمة على حسب تقرير البنك الدولي لأسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات من القرن الماضي خلينا نعرف تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإسرائيلي على وجه الخصوص برحب بضفنا الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي بنوارنا دكتور أهلا وسهلاً أهلا وسهلاً ومرحباً بحضراتكم أهلا وسهلاً دكتور منطقة الشرق الأوسط نقدر نقول إنها تأثرت طبعاً اقتصادياً بالحرب على غزة نقدر نقول الوضع عامل إزاي؟ بكل تأكيد يعني من 7 أكتوبر والأسواق العالمية بتتدعى بشكل كبير إلى جانب إنه ما فيش حالة من اليقين حالة من عدم اليقين هي اللي سائدة في كافة الأسواق العالمية وأثار كبيرة على الاقتصاد العالمي كان زي محرككم تفضلتوا بأنه الحرب في أوكرانيا دفعت بشكل كبير إلى صدمة كبيرة في الأسعار نتيجة عن زيادة أسعار سلة الغذاء بشكل كامل واللوجستيات والنقل البحري والنفط والغاز إلى آخره من المحركات الأساسية لعمليات النمو الاقتصادي إن كان ده أثر بشكل كبير في المتوسط في حدود 8 أو 9% كمؤشرات تدخم في أوروبا فالحرب في غزة وفي فلسطين لها تأثير في اعتقادي وتأديري ممكن يكون مضاعف لأنها المنطقة في قلب العالم كله المنطقة في أعلى مناطق في العالم إنتاجا للنفط في منطقة بيمر منها أكتر من تلت التجارة في العالم كله فإذن حالة الارتباك اللي بتشوب الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الحرب قد تكون ضعفين الآثار اللي تمت بسبب الحرب في أوكرانيا فإذن إحنا أمام حالة من العدم اليقين الشديد جدا والرؤية غير لم تتضح بعد فيما يتعلق بالأثار على مستوى الغزاء على مستوى تكلفة شحن البضائع عبر الدول تكلفة يعني في بعض التأديرات كمان لعدد كبير من الباحثين من الممكن أن لو تسعت هذه الحرب أو شملت أطراف دولية منتكلم على 150 دولار للبرميل وده رقم كبير جدا بالنسبة لتكلفة الإنتاج في كافة أنحاء العالم إذن إحنا أمام صدمة متوقعة جدا تحصل صدمة لها آثار وتبعات على مستوى السياسات المالية والنقدية يعني إحنا بنشوف على طول استجابة الحكومات وخصوصا كمان بالمناسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عكس طيار الرأس مالي أنه بيحد من تدخل الدولة في الاقتصاد فإحنا بنشوف بعض القرارات الحاسمة في بريطانيا وفي أمريكا وفي عدد كبير من الدول العالم أن هي بتحفز مرة تانية إعادة حياء الاقتصاد مرة تانية أو تسريعه مرة تانية عشان يقدر ينمو فإذا إحنا أمام حالة من الارتباك الشديد متوقعة جدا تحصل لعدد كبير ونطق واسع للحكومات أنها ترتبك هل هي هتدعم هل هي هتتدخل ببعض السياسات العامة الخاصة بيها مالية أو نقدية وتحاول تحرك الاقتصاد مرة تانية ولا هل هيكون فيه مزيد من الضغوط التدخمية على الموازنات حالة شديدة التعقيم حني سأل حضرتك في النقطة دي الحلول أو ما هي الوسائل لمواجهة هذه التدعيات لكن أنا عجبني جدا تعبير حضرتك اللي قررته أكثر من مرة حالة عدم اليقين لأنه ده عنوان ممكن نقول أنه فعلا عدم اليقين أنه أنا بشعارف ممكن جبهات أخرى تدخل في الحرب فبالتالي الحرب ليست دائرة فقط ما بين غزة وإسرائيل نحن نتكلم على ممكن تتسع لقدر الله في المستقبل إمدادات النفط من الخليج العربي ما يقوم به حتى الحثيين فده بيهدد الممرات المائية فده كله بيعمل حالة عدم اليقين اقتصاديا بشكل كبير لو تكلمنا مع حضرتك بداية الصراع ما بين إسرائيل وغزة الأرقام بتقولنا أنه إسرائيل بتتكبد إسبوعيا حوالي 600 مليون دولار حسب البنك المركز الإسرائيلي وأنه إذا استمر أمد الحرب لثلاثة شهور متتالية فممكن يكون فيه حالة من حالات الانهيار الاقتصادي شايف الوضع اقتصاديين إزاي بداية من الداخل الإسرائيلي قبل أن نتكلم على التدعيات في المنطقة بكل تأكيد من اليوم الثاني للحرب على طول حصل هبوط حد جدا في الشكل الإسرائيلي انهيار حقيقة يعني انهيار فيه سوق الأوراق المالية هناك حصل فيه حالة من لأنه هناك برضو خلين نتكلم منتهى الوضوح هو محتل مش أرضه مش مكانه فعلى طول بيكون فيه خروج وهلع شديد جدا مش بس على مستوى رؤوس الأموال أو الشركات أو التعقدات أو علاقات الاقتصاد السهيوني بالعالم ولكن على مستوى الأفراد نفسهم نشوف كم واحد سافر وكم واحد عايز يمش أرضه فإذا احنا نتكلم على حالة من الصدمة الشديدة جدا في الاقتصاد في الأراضي المحتلة بشكل كبير جزء كبير من التعبئة العامة اللي حصل جنب جزء كبير من الاقتصاد هما بالمناسبة عندهم تقدم إلى حد ما في قطاع ريادة الأعمال والتكنولوجيا ده بيعمل فيه أكتر من نصف مليون إسرائيلي القطاع ده تأثر بشدة نتيجة لعملية الحجد والتعبئة العامة وبالتالي أثر بشكل كبير على القطاعات اللي لاحلقها كمان بقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال ده دفع بشكل كبير إلى إلغاء عدد كبير من التعقدات دفع بشكل كبير إلى تأثر عدد كبير من الاقتصادات في العالم اللي مرتبطة بهذا القطاع بنلاقي منطقة المنطقة الغربية لأوروبا في تعقدات كبيرة بنتكلم على منطقة في جنوب شرق آسيا بعض الدول متعقدة فإذا هناك تداعيات بكل تأكيد هناك التداعيات الاقتصادية الكبيرة دي ما زالت فيه مزيد يعني فيه تقرير ليسه طالع مبارح تقريبا بيتكلم على أنه إسرائيل اقترضت أكتر من 6 مليار دولار عشان تغطي أو تعمل تعبئة للحرب مرة تانية وتعيد مرة تانية قوتها لحالة الاستعداد طبعا فيه أرقام كتير ممكن ما تكونش بتعلن يعني أنا أتوقع أنه رقم 6 مليار هو الرقم ده يتخطى العشرين مليار خلال الفترة اللي فاتت دي سواء كانت أثار مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي أو حتى أثار غير مباشرة نتيجة لإلغاء التعاقدات اللي موجودة مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية اللي موجودة أو حتى إرجاءها لأجل أو حتى أثار متعلقة بالفورن ديريكت انبيسمنت أو الاستثمارات اللي كانت متوقعة أنها تدخل في إسرائيل وتنقب على نفط أو تنقب على غاز إلى آخره يعني بمجرد نشوب الأزمة ونشوب الصراع مرة تانية عدد كبير جدا من الشركات الدولية العاملة في النفط وقفت أعمال التنقيب وبدأت أنها تاخد احتياطاتها الاحترازية والتأمينية للأماكن النفطية ده كله بيأثر في نهاية خالص على مصادر النقد الأجنبي لإسرائيل بيأثر بشكل كبير على حجم المخاطر الموجودة أو المخاطر الاقتمانية للمصرف الأساسية هناك بيأثر بشكل كبير على كافة التعقودات كافة التعقودات اللي ممكن تكون أبرمتها أو متوقع أنها تدخل حيز النفاذ خلال الفترة اللي جاي فإذا في حالة من عدم اليقين بتشهد المنطقة وبالتحديد إسرائيل بالدرجة الأولى خصوصا أنه الحالة لسيدة هو عارف ومتأكد أن المكان ده مش بتاعه الأرض مش أرض فبكل تأكيد بيهرب بيأخذ حكت ويهرب بالحضرتك بقى كمان رؤوس الأموال أكثر حرصا على وجبنا من البقاء والاستمرار ده في حالة الاقتصاد الإسرائيلي بقى الاقتصاد في المنطقة بصفة عاما كيف تأكد؟ بكل تأكيد متوقع جدا صدمة في الأسعار أو التضخم الصدمة هتكون للأسف متتالية هتبدأت بالفعل من ارتفاع بوليس التأمين على الشحنات الشحنات اللي هي في البحر كل سفينة أو كل خط ملاحي يجي عاد من منطقة أو في أي منطقة قريبة من منطقة الصراع بيدفع من أكتر يعني تكلفة أكتر على المستهلك بتنعكس بالمناسبة على كل العالم مش بس في المنطقة كل العالم هيعاني من أزمة كبيرة جدا من التضخم دخول الأفراد الحقيقية هتنخفض بسبب هذا التضخم هيؤدي في النهاية إلى أن الحكومات هتعمل سياسات تحفيزية سياسات تحفيزية هتؤدي في النهاية إلى مزيد من الضغوط في الموازنات العامة للدول على مستوى العالم وعلى مستوى كل اقتصاد ارتبط بالاقتصاد السهيوني هيحاول أنه يعمل سياسات محفزة للاقتصاد عشان يعوض الجزء اللي ممكن يكون تدعى أو تدرر من العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل هذه السياسات هتلقي بزلالها مرة تانية على حجم الأعباء الديوني اللي موجودة لهذه الدول يعني دوامة هتحصل أو بالفعل بدأت بارتفاع المستوى العام للأسعار هتنتهي بزيادة في معدلات الاستدانة عالميا إلى آخره من الفقاعات اللي ممكن تحصل في مناطق مختلفة في العالم فإحنا أمام مشهد مرتبك للغاية غير واضح المعالم بدأ بالفعل بالتضخم متوقع أنه يصلت النهاية إلى التراب حد في الموازنات العامة للدول حالة كبيرة جدا من الغموض بتشهد المشهد الاقتصادي في المنطقة وفي العالم وده هيؤدي أكيد طبعا لانخفاض معدلات النمو وطبعا الاقتصادي لدول كثيرة في المنطقة حضرتك قلت من شوية الغاز والبترول لأنه فيه توقعات وبعد التقارير الاقتصادية بتتكلم أنه ممكن سعر برميل البترول يقفز إلى 150 دولار وده حاجة كارثية جدا لأنه بينعكس طبعا على أسعار السلع وبيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم شكل كبير سؤال لحضرتك إيه الإجراءات التحفيزية أو الوسائل اللي ممكن تلجأ إليها الدول لمواجهة آثار التداعيات الاقتصادية للحرم في غزة بيكون فيه ثلاث مصارات للسياسات العامة للدول في التعامل مع هذه الصدمات المصار الأول هو السياسات المالية الدول بتبدأ أن هي تحفز الاقتصاد عن طريق أن هي إما أنها تدي منح وإعنات وواء وده بينعكس بالتضخم بالمناسبة مرة تانية على السوق المحلي في كل دولة على حسب سياستها وبتزيد الأسعار تانية هي محاولة أو تسكين مؤقت ده اتجاه السياسات المالية الاتجاه التاني هو السياسات النقدية أنه يحاول أنه هو يعزز من قدر القوى الشرائية للعملة بتاعته ده بيحصل بالمناسبة في كافة الدول بما فيهم حتى الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول ترفع يعني أنا أتوقع أنه ممكن ترفع أسعار الفايدة تاني محاولة في النهاية تحاول تسند الدولار مرة تانية فيعمل تضخم أكتر ويعمل حالة من الارتباك المصار الثالث هو محاولة له التغير والتأقلم مع الوضع على مستوى التجارة الدولية يشوف بدائل أخرى للسبلايرز أو سلاسل الإمداد الموجودة وتغير فإذا متوقع جدا أن يكون يشهد حالة من التضخم هتحصل حالة من الارتباك في السياسات المالية والنقدية تصل في النهاية في حالة من التغير في توجهات الاستثمار العالمي يعني الاستثمار العالمي هيعيد تشكيله مرة تانية في ضوء المتغيرات اللي موجودة على الساحة في ضوء الوضع الاستثنائي اللي بتمر بالمنطقة اللي لم يحدث جديد اللي لم يحدث جديد ويحصل هدنة مستمرة أو الوصول لحل الدولتين وإعادة الاستقرار مرة تانية للمنطقة وبالتالي يستمر الاستقرار أو يمتد الاستقرار للعالم كله أكيد مشاهدين احنا لسا مستمرين معاكم احنا وضفنا الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم بقية حلقة من جد ترحبنا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير مصر الحوار مستمر مع دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي وتداعيات حرب غزة الاقتصادية على العالم من رحب بحضرتك مرة تانية أهلا وسلم مرحبا دكتور فرج يعني العالم أو النظام المالي العالمي مر بأزمات خلال العقود الماضية متتالية يعني هي أزمات وصدمات في نفس الوقت الرهن العقاري أزمة كورونا بعد كده الحرب الروسية الأوكرانية بعد كده الصراع الموجود والحرب على قطاع غزة إلى أي مدى النظام المالي العالمي قادر على استعاب هذه الصدمات المتتالية والتكيف مع اضطراب الأحوال الاقتصادية بهذا الشكل خلينا نوضح أنه النظام الاتصادي والمالي العالمي القائم أنا في اعتقادي هو وصل لمرحلة الهرم خلاص لابد من أعادة صيانة هنزة النظام وصيانة المؤسسات الاقتصادية العالمية والحد من ازدواجية المعايير في الحكم على اقتصادات الدول وعلى التمويل الممنوح إلى أخو يعني احنا منتكلم على دولة محتلة بتقوم بإبادة شعب أصحاب الأرض واقتصادياً تداعى اقتصادها بشكل واضح وفج أين المؤسسات الدولية من التصنيف الاقتماني؟ هل سمعنا في تصنيف اقتماني لدولة بتخش حرب انخفض التصنيف الاقتماني بشكل ده؟ كلها يعني مهود ازدواجية في المعايير هل هذه المؤسسات في رأيك مسيسة؟ بكل تأكيد بكل تأكيد هي أدوات الكلام إن هي بتعتمد على معايير اقتصادية محددة بالضبط بالضبط عندنا اقتصاد ناش بكل بساطة بكل أبسط تعبيرات الاقتصاد ناش بيشتغل راحت الحرب خلاص فخلاص تعطلت أدوات إنتاج كتيرة جدا فإذا مؤسساتها مالية ومصرفية هتتدعى فالمفروض يحصل تخفيض وهي ريسك كمان موجود ده ما حصلش بالشكل الموجود إذن عندنا المؤسسات الدولية والنظام المالي والنقدي العالمي يصبه حالة من الازدواجية في المعايير والضوابط إلى آخر من الانحياز الواضح لأمريكا والاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل كبير دفع بشكل أو بآخر إلى حالة من يعني على وشك الانهيار إلا يحدث فعلا أو تحصل فعلا حالة من الصيانة الجيدة والقوية لهذه المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والنظام نفسه العالمي بكل تأكيد النظام القائم يدي فرصة كبيرة جدا للفدرال الأمريكي أنه يطبع دولار بشكل كبير جدا يعني خلال أزمة كورونا في حدود وده يعني دي إحصائيات مش بقول كلام في حدود الأربعة تريليون دولار نتج عنها مباشرة تدخم في العالم كل زيادة المعروض النقدي مقابل عدد محدود من السلع خصوصا أنه كان العالم كله في حالة إغلاق فالسياسات اللي كنا نتكلمنا عليها من شوية أن الدول وخصوصا الحكومات في الدول المتحكمة بشكل كبير فيه نسبة كبيرة من ناتج المحال الإجمال وبيجي فيه مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية أنه بيحاول يحفز الاقتصاد اقتصاده هو بشكل كبير عشان يعيد مرة تانية تسارع النمو أو ينتشر للاقتصاد فيه عملية نمو مجددة يعني يزود أعباء على العالم كله وده احنا شفناه في الخروج من أزمة كورونا ثم الخروج من أزمة الأزمة الروسية بالمناسبة الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت بشكل كبير إلى زيادة أسعار الطاقة والمحروقات في أوروبا في حدود الـ 70% ده دفع بشكل كبير الحكومات في مقدمتهم بريطانيا وإيطاليا وعدد من الدول أنها تعيد الصياغة بعض الحزم التحفزية للاقتصاد للقطاع الخاص ساهمت بشكل أو بآخر إلى نقل التضخم من الدول دي إلى العالم لأنه فيه احنا بنتكلم عن اليورو يقدر أنه يزود الالتباع أو يزود المعروض النقدي من اليورو عشان ينقذ ما يمكن إنقاذه وهو عملة دولية بالفعل هيتصرب التضخم ده للعالم كله بريطانيا فبنتكلم عن السترليني فهو هيتصرب للعالم كله إذن إحنا في حالة شديدة تعقيد فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي الموجود والسيطرة بشكل أحادي عليه والتأثير بشكل فج على الدول النامية والدول السعيدة بنتكلم على أثار نتيجة عن التدعيات المناخية نظرا للإفراد في استخدام الطاقة غير نظيفة فبيؤدي في النهاية التدعيات اقتصادية كبيرة إلى جانب التدعيات نتيجة للسياسات النقدية والمالية المتبعة في الدول الغربية بيؤدي في النهاية إلى اتراب في الكاشفلو وكاشفالو اللي بيحصل في الدول النامية وفي المنطقة فإذن لابد من عادة صياغة المؤسسات المالية والنقدية العالمية في ضوء المصلحة المشتركة للدول كلها مش بس الدول المتقدمة على حساب الدول النامية ولكن لابد من عادة الصياغة فيما يتعلق بالآثار النتيجة عن هذه السياسات للدول النامية نحن نتكلم في الدول النامية محتاجة على الأقل 2.8 تريليون دولار عشان تعيد النمو مرة تانية وتزيل بعض من الآثار تدعيات المناخ إلى جانب الآثار النتيجة عن التخبط في السياسات النقدية فإذن المصار ينظر بإما تغيير في هذه المؤسسات واضح أو كارثة اقتصادية كبيرة ينجم عنها التراب حد في النظام العالم لو قلنا اقتصاديا فيه اقتصاديات تأثرت بشكل مباشر يعني مثلا احنا عارفين ان الكيان عنده تقدم في صناعة المايكروشيبس وفي مجال التكنولوجي ففي تعاقدات مثلا مسبقة بينه وبين الهند بأرقام كبيرة جدا كيف سيتم التعامل وهل الهند برضو حتعمل زي محراج بتقول حيتم تصدير الأزمة عالميا فالوضع حيزداد سوءا ولا هناك شكل بقى من الاحتواء ولا ايه اللي حيحصل؟ يعني أنا في تقديري شكل الاحتواء الممكن هو إعادة إيجاد بدائل يعني مين البديل المناسب للشركات اللي تم التعقد عشان السوء ما يتأثرش؟ هيكون فيه تايوان فيه جزء كبير جدا متقدم هيكون فيه فينلندا فيها برضو بعض مراكز أو الشركات العالمية المتقدمة جدا في المايكروشيبس وأشباه الموصلات فإذا هيكون الاقتصاد أو الاقتصاد المرتبط بشكل كبير بهذا القطاع هيعيد مرة تانية سياغة البدائل الممكنة من السوبلايرز أو الإمدادات من بدائل وده هيعمل أجوة في الاقتصاد الإسرائيلي لأنه في كل الأحوال حتى بعد انتحاء الحرب هو مش حيرجع يلاقي مكانه محجوز اللي بيتقدم وبيقدم سوبلايرز يعني أو بيقدم المنتج مش حيرجع يقوله خلاص أنا خلصت الصادر خلصت موجود هاخدله في حدود لو افترضنا جدلا ده انتهى النهاردة في سرعة انتهى في سنة كاملة على الأقل لأقل فترة تعاقد من الممكن وفي جزء كبير بالمناسبة يعني ده يعني ما خدناش بالنا منه هو أنه لما بنلغي التعاقد نتيجة لقصور في طرف معين بيرجع عليه بالتعويد متوقع جدا يكون في شركات دولية من المتعاقدة مع الحكومة ومع شركات كبيرة في الكيان أنها تتعرض لعقوبات دولية وبالتالي تحكيم دولي وبالتالي الدفع المزيد فهناك آثار ما زالت معلقة لحد ما تنتهي لأنه هنا لما بيجي يستدعي جنود هم عاملين في شركات هو هنا بالأمر المباشر وبالتالي الشركات دي شركات في أغلبها قطاع خاص فهتتعرض إلى دائقة مالية شديدة جدا وعقوبات وغرامات هتتعطل وفيناها هيصل لي تدعيات اقتصادية كبيرة شكرا شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذا التحليل لدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي نورتنا وشرفتنا تحياتي لحضرك وفند شكرا جزيلا تحياتي